أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عمل وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يمثل صمام آمان للاستقرار في المنطقة بأسرها وأنه من المهم أن لا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة وأعرب أبو الغيط خلال استقباله المفاوضة العام لوكالة الأونروا فيليب لازرني عن دعمه الكامل لما يقوم به المفاوض العام من أجل التغلب على الصعوبات المالية وبما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئين فلسطينية